عادل، عادل، بريز، سيلتو بلاي، انقذني ايه اللي حصل حاماتي خير؟ مراس أجدادي، وتراث السابقين هيروح مني لا 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 لا، إن شاء الله مش هيروح منك ولا حاجة هو ايه، ايه، انت كافة يميني بس براحة كده لا يا دولة، ما دام هيروح منها تعالي عام نقفل البزار ونروح ندور عليه أسلين، انت شوه؟ ولا ولا ولا، انت مالا، انت بتكلم ليه أصلا؟ انت عايز تقفل البزار وخلاص؟ عايز تقفله وتقعد على تلو؟ الموقف بتاهي في تركيا حيضيع لو انا مدفعتش ألفين جنيه موقف؟ انت عندك موقف بتاع ميكروباس مثلا في تركيا؟ لا، اه، انا هو الموقف لما يكون عندك فلوس واقفه وبعدين بتفك اه، واقف يعني انت ديك واقف في تركيا وعايزة ألفين جنيه اه، لا يا حاماتي يعني، ميني نجيبلك الألفين جنيه ده حتى الطابق مكسور اه، وروحنا حتى بقعتنا الطابق ده يتلحم عادل، عادل ارجوك عادل، يعني انت بتشتغل في الحضارة وفاهمني ايوة انا فاهم طبعا عاماتي يعني بالنسبة للحضارة وفاهم كويس قوي ان تركيا في المشوار بتاعها قطعت مشوار كبير جدا واثناء ما تركيا قطعت المشوار ده عشان تحتل العالم داست على ناس كتير في المشوار طب دولا هما كانوا راكبين ايه وهما راكبين مشوار ده؟ راكبين اوتوبيس مئة ثلاثة والثمانين، لا اللي هو بيقف اول محطة عنده محطة الحضارة، بعدين محطة العراقة وبعد كده محطة الأصالة، وبعدين بيجرش بقى في محطة التراث ده تليه مكيف ده اللي هو اتنين جنون نص بايل ده؟ بس بقى، لا، انا عندي الحجة اللي تثبت الكلامات دي هي دي الحجة؟ ايو، بص، دي الصورة دي؟ دي صورة جماعية للعالم ولا ايه؟ اه دولة صورة، طب انا فين يا دولة شاور علي كده انا مش شايفني خالص تعال الناحية دي كده، تعال الناحية دي، بص راكز جامل يلا راكز جاة، لا تعال كده طب المصوراتي فين طيب المصوراتي؟ دي الكاميرا الخفية انا بس بقى، بس بقى ده بقى بحر القزوين، ولينا جزء فيه ليكوا جزء فيه؟ ها، ليكوا ايه مثلا؟ ثلاثة كيلو سمك غير السلطات؟ والتحينة برضو هدولة بيخرجوها منه ولا ايه؟ ايوه لا بس بيخرجوها خاموا بعدين يبعتوها على النجا حمادي يكرروها طب وليه يكرروها هدولة ما هي مرة واحدة وبعديها ايه؟ ينزلوا بقى بالسلطات الخضرة بقى؟ مش هاتا، ولا ولا تهزروا حمادي واقف انت مستهبل؟ انا اسفين كده انا حمادي تفضلت ده بقى البحر الميت، وبرده لينا فيه شوية ايه ليكوا شوية في البحر الميت، ليكوا كان ميت على كده يمكن دي الترب بتاعيته مدولة ولا ولا، ايش معقول بجد اسفين كده انا حمادي، وقت مش متربي، كل شوية فكروا ما تهزرش، ما تهزرش ده بس الجزء اللي فيه المية، اما بقى الجزء اللي هو الارض انا حاسس يلا ان انا بتفرج على النشرة الجوية دول انا مش فاهم، حاول على المسلسل ده المسلسل ايه؟ المسلسل بتاع النشرة ده ايش معقول انتو بتهزروا؟ احنا عندنا في تركيا اقلو اقلو كده متين الف مربع مكعب متين الف مربع مكعب؟ بص انت اللي بتهزرها هو حمادي لا يا عادل، بغير بقى جبل برطمان خان بتاع جده جبل برطمان خان، يعني جدك الله يرحمه يعني كان هو اللي بنا الجبل ده وبعدين حطه ببرطمان ولا ايه؟ اصلي هو تسلقه، وبعد ما تسلقه رحطت العلم واعلن انه هو بقى من ممتلكتاته ايه ده ايه ده؟ انا بطلع كل يوم السلم وبتسلقه وما باعلنش انه هو ممتلكات ولا حاجة انت هو انت معطان برضو يا رمزي، لازم تعلم ان هو من ممتلكاتك يا ابني مدام بتطلع طلع نازل طلع نازل؟ اه؟ لا، لازم تسجله يا لف شهر العقاري عشان تصير حاجة لعيال عيالك زي الهانم كده عادل، ارجوك يا عادل من فضلك انت مش هتصدق النقلة الكبيرة اللي حنتنقلها كلها ارجوك، سيف ماي سولى جناتي بص يا حماتي، فكرت انك انت تحكمي تركيا بألفين جنيه دي دي مش وردة ومش ردة تدخل دماغي خالص لا مهي الألفين جنيه دي يا انت مش علشان كده الألفين جنيه دي اتعاب المحامي اللي هيخلصت الموقف بتاعي يا حماتي بس يعني القضايا دي عمرها ما بتكسى وخصوصا القضايا بتاعت الوقف دي بص لو خسرت وطبعا مش هيحصل انا حابقى ارجعلك الفلوس دي من المعاشبتاي بص بقى بالتقصيد لا 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 احنا ما بنسلفش فلوسنا لحد اسبيننا راق فلوسنا؟ على اساس ايه؟ ان انا وانت يعني بنحوش مع بعض ولا ايه؟ انت مان؟ طب ايه رأيك بقى بالعندي فيك يا رامزي هسلفها الألفين جنيه يا عادل بجد لا يا حماتي تصدقتي ولا ايه لا طبعا حادل من فضلك انا عايزة الالفين جنيه دول فاسرع وقت يا خلت مراني دولت مش الفين جنيه دولت خمس تلاف جنيه لما يجبنا الفين بقى ندهملك ايه انت بتخدمني ليه؟ بص يا رامزي ما تخدمنيش ما تخدمنيش يا ابن انت بتدمرني بتدمرني يا رامزي عادل ارجوك يا عادل بص يا حماتي يعني ماشي انا ممكن اسلفك هسلفك ألفين جنيه بس ترجعهم لي عشان دي فلوس شغل لحماتي اوكي يا عادل بس انا ليه بقى طلب اخير منك انا عايزةك بقى تحضر معايا المقابلة بتاعد المحامي بتاعي اسم العقر المحامي بتاعي اسم العقر عناية ازا كان هو العقر انا المفتح كل job أوليلا يا ماما الساعة معك يكمع ع توقيد تركيا هاهاه��요 ليه يا هيوني أهповامي لقى الان several speakers what you mean هو الدك الشرك vue اليها التركي بيتربى في عشش او يطلقون ذلك لا اماcio لا انا سمعت ان الدك الشركاذيته predominantly وساب بقى العشش بقت واقف دلوقت للفراخ البلدي والفراخ البلدي دلوقتي نقض على نار بكرة هتشوفوا أنا هبقى إيه وإنتوا هتبوا إيه يا جربوعات جربوعات مامي لعلمك بقى تحدياتك تفتقد الواقعية وعشان تبقي فاهمة الحقوق المنفعية بتتثقص مع التقاض مامي تبواحنا بعد كده ممكن نبقى نسافر نصايت في تركيا بيان سور شغير وتصيفي ع البوسفور وتستحمي بقى ع البحر ع البلاج وتلعبي في الجنين بتاعت قصري بتاع جدو وتلكبي الخيل بتاع جدو الخيل بتاع جدو خيل الله ما جعله خيل يا ماما أنا القوام بقى تفويل من الستابل اللي انت عايشة فيه وتقشي معانا على أرض الواقع كده حاضر يا حاببتي سناء وبعدين هيبها سناء أيوة 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 ثانية واحدة مساء الخيل مساء الخيل مش دي عماية خمستاشر شاءت الأستاذ عدل؟ آه دي عماية خمستاشر خيل 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 معايا يا جواب للسيدة مجيدة يا فتي يوحي من تركيا يوحي يا نهر يسوح متشكرين هونت حذيك اسمك؟ يامي يدا يا مدان يامي يدا يا مدان ده أبوه ينتقل منه شكرين قوي يا يامي انت يقع الله يخليه اديني اديني ده من الأبوكاب بتاعي والله 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 الأبوكاب الأبوكاب هو اسمه ايه؟ المهاني العقر المهاني العقر ايه مرسي نشاط لكم الافراح غداً أصل على طاقيقة اسطنبول الكاهرة ومعي مستندات ملكية الوقف اخيراً اخيراً أنا هيخد مستحقاتي سميرهم سميرهم ايوه طبعا يا ماتي ، بس يعني مستحقاتك وحقوقك والحاجات دي يعني لازم نتأكد منها طبعاً يعني اصر ليش مش يا ابني في المشمش ما كانش حد غلب ده اللي عنده بيت ملك بلما جاره بالعافية انتي هتاخدي وقف في تركيا بقى الحكومة التركية هتديكي وقف يا حبيبتي الأتراك مش بالسهل كده امي على فتلة أنا بدأت ارتبك أنا خايف الموضوع يطلع عبومبة وخايف حينا من الصدمة نا يا شريء تمني خالص لا يمكن يكون حاجة زي كده أنا بقى لازم دلوقتي أحذر نفسي اللي استفد ولازم أحذر شهادة الميلاد بتاعتي ولازم أحذر الباسفور حماتي معلش يعني أنا آسف بس حضرتك يعني متهالي أنت محتاجة دلوقتي الترتاح سميني الجواب ده أنا هدرس وعمل كل حاجة أنت تخش بس الترتاحي لغاية ما نشوف الحكاية دي ايه صح ولا غلط ولا ايه اه اوكي حدل 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 ايه 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 خير تخيل مين قاعد برا يعني ايوانا نايم كده هو ما ينفعش أن أنا تخيل أممكن أحلم لك مين اللي برا المحامي قاعد ما هو مامي والواقف طلع واقع ملموس الواقف طلع واقع إزاي يعني يا حبيبي يلا ايوز عشان تشوف قم بقى يا حاسي حاضر 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 ماجي دهاني تحياتي وتهانينة لفخمتك أوراق الوقف ايه ميسي ميسي طب أنا عايز أعرف الورس المعنوي أخباره إيه معنوي مش فائم الجده كان واحد لقب أجا خان أنا بقى عايز أرجع اللقب ده تاني والله هم عرضوا علي يرجعوا التربوش فقط أنا رفض أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا العور محمد العور يا فنم أهلا وسهلا حضرتك من الورسة اتفضل حضرتك حضرتك أنا مش من الورسة لكن زوج إحدى الورسات يعني حضرتك وبعدين أنا أعتبر نفسي الممول الرسمي والراعي الرئيسي يعني أنا اللي بصرف على القضية يعني بتاعت الورسة حضرتك تشرفنا أهلا وسهلا يا فنم حضرتك يعني أنا كنت عايز أسأل بالنسبة للقضية بتاعت الورسة دي يعني حضرتك لو أنت ضمينها يعني الحاجات دي بقى هتيجي ازاي من تركيا يعني ولو جات أصلا هنتصرف فيها ازاي؟ لا مش هنتصرف فيها مفيش حد يصرف في ممتلكتات بتاعت جدودي مامي لو أنت ما حتسكوتي شوية بعد إذنك يعني بعد إذن حضرتك الممتلكات دي أنا أعتقد إن إحنا ممكن نقسمها جزئين جزء منها نعمله ماتحف وناس يخشوا يتفرجوا ويدفعوا تذكري الأداة فيه داخل ثابت بالنسبة للأسرة الجزء التاني نقدر نبيعه وناخد فلوسه بقى أوكي أوكي مفيش ما بوني دي بوني دي يا عادل لكن على شرط ما حدش خالص يمسك ولا يلمسش من عادلات بتاعت جدودي ولا تقم السنان بتاع الجيدو يا جماعة يا جماعة أحلامكم حاجة والإجراعات القانونية حاجة تانية اللي هيحصل كالتاني نجيدة هانم أغا خان هاي هاي حضرتك يا حماتق ليه متسرعة كده هو مش بيقولك حاجة مجاملة ده اسمك الجديد احفظي بقى نجيدة هانم أغا خاني حضرتك هتعمل لي التوكيل كامل وشامل ومتكامل هاخد التوكيل واطع بيه على تركيا أفور للليلة في السريع وأجيب الفلوس بتاعت الوقف واجي على تركيا تفور ايه حضرتك؟ حضرتك ما حسسني يعني ان انت رايح تخلص في موبايل سمحت ما تدخلش في مهن الاخرين عشان ما تبقاش عقيمة الامور وخيمة عقيمة الامور اسمها عقلة الامور يا ماما انت بس بتقولي ايا حاجة رانيا رانيا انا مش متطمن لحكاية التوكيل دي يا ماتر انا انا عملتلك التوكيل من امبارح الله عليكي كده بقى كل الاوراق المطلوبة معايا اتطميني يا هانم كلها يومين اتنين والوقف عيبة معاك حضرتك يا باشا مش متطمن مش كده؟ ماشي افضل يا هانم انا مجهزه بالله والله مجهزه شيك بمئة الف جنيه تبقى طرف تقولي لما تستلم الوقف ما تقليش بالله بالعذر يا جماعة بالعذر اسلام عليك بفضل يا سيدك uy dużo بهbee ده الموضوع بجد أو öyle ايه؟ كلا يا ماما شاكله بجد انا قلت من الاول كان لها نازرة فيها مجيدة دي هانم منتها هوانم ابتسامتها ضحكتها مشيتها ندرتها ما تقافريش.. ندرتها ملعاتها بقى اصلا ما بقولها للهיא هليت معاها لغت ما تخلش الورق دي زي مonesك ربضو طبعا طبعا يا ماما انا هاخش لها دلوقت عشان اشوف اي Survive يلا يا حبيبي يلا خش لها بقى طبعا يلا ربنا معاك مجيدة هانم هانم مين انا ابنك عادل انا مش مخلفة اولاد انا جوز بنتك عادل يعني حضرتك اه افتك اختك افتك اختك ادخل شكر قوي متشكر جدا يا ماما ينفع اقول لحضرتك يا ماما ولا ما ينفعش اوه قادل انا طول عمري وانا بحلم ان يكون عندي ولد ام بس اكيد مش بالمواصفة انت معلش بقى يعني هو اللي موجود يسدنه خلاص يعني وكان نفسي انه يبقى فاغس زي جده عارفة حضرتك انا كنت هقدم في كلية الشرطة بس في الاختبار بتاع الشرطة وانا بجري رجلة لوت بس كنت هابقى فارس يعني يا حرام يا حرام انا العموم انت شاب زغيف ولطيف وممكن اسمحلك انك تبقى ابني ربنا يخليكي بصي انا مش جاي اتكلم في الالفين جنيه اللي انت واخداهم مني يعني برغم من انا يعني اللي بدأت يعني انا البداية يعني جنتي تري جنتي ادال يعني انت مش عوازهم اه لا طبعا هو في حساب بين ام وابنها يعني يا ماما انا جاي النهاردة وخايف عليكي من ايه يا ادال؟ يعني من المشاغل اللي هتقابليها بقى الفترة اللي جاي المرحلة صعبة جدا لازم هكوني محتاجة حد يرد على الموبايلات يرد على التليفونات الارضية يقابل الناس يشوف الاوراق وكده يعني تتصور تتصور يا ادال انت عمرك اطول من عمر راشد انا دلوقتي حالا كنت لسه بفكر في الموضوع ده وكنت حنزل كمان اعلان في جورنال دو جيبت لا جورنال اللي تنزلي في اعلان منا هو حضرتي على العموم يا ادال انا مش هلاقي حد احسن منك ربنا يخليك يا ماما ابي عادل؟ لا ابي عادل ايه قولي اخوي عادل انا اخوك يا ماما والله يا ابي التأخير ده كان بسبب الزحمة وانا مكنتش مع اولاد في سينما اولى حاجة خالص لا سنت ايه واولاد ايه ده انا حتى لو شفتك بعنايا مش هسدق معقولة اختي بيتروح سينما ام تروحي سينما عادي يا ماما تروحي سينما عادي بتجد؟ اه طبعا يعني انتي خلاص بقيت شابة ومن حقك تكسبي بعض من الحرية يعني بسي قوي يا ابي عادل اه قولنا اخوك يا عادل 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 عايز اخش المجيدة ايه 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 كلام الفارغ ده اول حاجة حضرتك دلوقتي غلطتين اولا اسمي الاستاذ عادل مش عادل لان انا اللي بشتغل عند مجيدة هانم مثاليا هي مجيدة هانم مش مجيدة ثالثا ماينفعش تخش يا ماما ماينفعش يا سيدي انه بقى نخبط قبل ما نخش انا ما بتكلمش على التخبيط المسائل دي كلها بتبقى بنظام حضرتك لازم تاخدي معاد ونشوفلك معاد ونشوفها ينفع تقابلك ولا لقى اصلا يعني حاضر يا عم المدير حاضر ياسي المدير اجي امتى انت مصعبة كده ليه انت بتتريعها عليا او لا ما تيجي تشتغلي شغلتي يا سيدي الله او انا بقبض او انتا لا 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 يا هاني ما احبش حد يدخل في شغلتي حاضر يا بيه حاضر يا بيه اهلا ايه ميرسي ما في واحد داخد ام انتها البساطة انت مالك واخدة معاد بقالها 14 سبولي سبولي هنشوفلك معاد انا ما حبش حد يستعجلني لا اما اجيبلك الام يا ام يا ام يا ام يا ام يا ام نلطقت يا ام نلطقت نلطقت انت كنت فين يا ام كنت في الحمامة دولة في امني يروح الحمام انا اسم فندي شوف الناس اللي عاملين شغب دول فضل ولا حاجة اجي امتى تعالي بعد تلات اشر وتلاطع ان هو في السنة شوية خلاص يولا متشوحش اوعى كده يولا مطرش فاية حتة انا ام حاضر فان ايه ده ايه 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 ده ايه ايه ده راح على فينة حاجة حبابتك وعايزة راضيها حبابتك وعايزة راضيها ودخلك ده هو بسهولة لا يا هنم لازم تعدى على الجهاز الجهاز ابني اهو جولة هزة دول اكتشف الشنطة دي جهاز هو الكتشفها اه ما بينه في ايديها يا غدي ايه هديتي ايه اللي في موجودي انه هو في الشنة هديتي الحبابتك عباية جابالها عباية معقولة يعني ما اقولة مجيدة هنم هتبس عباية بعد قزدي خد العباية بتاعتك والتيك لع الله عادي حبيبي ده انا امك حبيبتك ده انا امك حبيبتك ما ينفعش الشغل يا ماما افرش ده انا امك حبيبتك اعايزة بيدي تخيلب وليا ده امك حبيبتك لكن انا مستلم شغل اماما انا مسؤول عنه اماما اممك امن امن مامي يا فلدي معرفش امم انا يلا معادي يلا يلا حاجة يلا انا ااسف ادول انا ااسف يادول امن واحدة معت دائما عندك كده مل انت امن اجلي يا غبن على فين يا هاني بطيدي حبيبي انا رايح اودي الماما هداية هابي فالنتان فعيد الام هابي فالنتان فعيد الام في يونيو عليا ده انتو تتعملوا مع اسكة جهاز حد وقف قدام الاوضة دي امه ليه اه 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 بعد انزك اتفضلي وبطلوا تمحيك يا بابي بليز مفيش بيبي انا هنا مش بيبي انا هنا في الشغل شغل ما فوقش بيبي ام 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 اوكي يلا يا مرسمين يلا يلا حبيبتي يلا اه يا جماعة عيب بقى يا جماعة عيب بقى اخواننا خلوا عندكو كرامة خلوا عندكو احترام لذات نفسيكو يعني لازم يكون عندكو فين كرامة اكو فين كرامة اكو اه ايوه يا هاني مرسي انك سياغ جاهز ايه يا فناني البطرو اه الحمام ايوه انا قلت ايه البطرو انت عملت ايه ايه ايوه يا فندم جاهز ان شاء الله وباذن الله ربنا يكريمك كده ويبقى حمام الهاني يا فندم واد الشبشبه اهو ابو واردة وجربته على وش الواد رمزي وكله تمام يا فناني مرسي مرسي اه رشيتو بالديتول رشينا ديتول اه عملت الادوية بتاعت الحشغات اه عملناها طيب ولا شربتها يا لا اه عملناها يا فندم الله وغايا وغاكي طيب كرس كرس يا دخل على باب الحمام وكني خد علي خوخة اهلا 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 ازاك يا استاس عقر فين مجيدة موجودة يا فندم يا اهلا وسهلا انست وشرفت ونورت والله يا وش الخير اتفضل يا عقر باشا اتفضل اهلا وسهلا منور ثانية واحدة انده للهانم مجيدة هانم مجيدة هانم اتفضل يا مجيدة هانم العقر باشا في انتظار ساعته اتفضل يا عنا Adding اهلا مجيدة تصري يا فنبال أول معقولة يا فنم غيروا العملة في تركيا وبقت بالزنبا يا فنبال أديني بقى ربق زنبا مخلوم أعملهم دلي هنبال أرجوك أرجوك يا ماتر يعني اشغخ لي أحسن من كده شوية حاضر يا هنم يا هنم الحكومة التركية أصدرت قرار بإنشاء كبري علوي يربط ما بين إسطنبول البلد وإسطنبول العاصمة بس خليهم يستفيدوا برضو يا فنم من تجربتنا يعني يشوفوا مساء الكبري الدائري اللي بيعضي اللف ده ومحدش بينزل منه في النهاية دهائر لما جملي ابن الكبري الكبري عدى على الأملاك بتاعت الوقف بتاعتك فأملاكة بلها والوقف بتاعك بقى منفع عمه نعم يا أخويا منفع عمه يعني أنا خبيتك يعني ما فيش وقف يا هاني وأنا بصراحة اتشأنت من القضية بتاعتك دي عشان كده أنا قرر ما مسكش أي أضايا قصة بترقية دي عشان حكايت البكاباري اللي بعملوها والعلمك بقى أنا مش عايز أتعمل قضية دي والعلمك تاني بقى أرغوك ومطرعوش شصرفوا الشيك لأن ما فيش غلت صير أنا كنت بسنى القضية دي كنت بسنى القضية دي حاسبي الله ورعب الوكيل حاسبي الله ورعب الوكيل حاسبي الله ورعب الوكيل فيك الله أخ ربيتك مجيلة! بقولك ايه بشعر الاسد اللي انت عمليك ايه الملك انا ريمان ما تقلعي بتاع ده والألفين جنيه الألفين جنيه الامة مش هيأخذها الكويس الألفين جنيه الأمنة يا خبت انا معك انا